السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في يوم وقفة عيد الأطحى وقفة عرفة أمي قصة شعري كنوع من الموضة قصة الله شعرها بعدها بشعرين أبي توفي 49 سنة هي عايزة تقول 49 سنة يعني اتوفى صغير من دون سبب طيب كتير قالوا ان قصة شعري فالسي أنا عارفة ان ده قضاء ربنا بس هل ليه علاقة بوفاة والدي وهل أصل الشعر غلط لا لا ليه علاقة خالص بوفاة والدك لا من قبيل وانا من دبير خالص 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 ولا ليه علاقة خالص والد حضرتك توفي بأجله والد حضرتك توفي بإيه بأجله حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا لن تموت نفس إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وآجلها بحدش بيموت وهو ناقص عمر خالص ده هو خد أجله ورزقه على التمام طيب وهو حد كان قال لنا هو ربنا قال لنا إن الناس ما يموتش غير كبار لا الناس هتموت بأجلها وملوش دعوا بقص شهرك خالص وأنا مش عارف يعني أنت يبدو أن أنت الحالة النفسية اللي عندك من فقد والدك في عمرك ده عملالك إحساس بإني هو أنا عملت حاجة عشان ربنا يأخذ مني والدي وربنا ما أخذش منك والدك والدك الله دور في حياتك قام به وهو قد قام به على التمام ربنا يجعله قد قام به على التمام أمر التاني إن انت كمان لازم تعرفي إن انت أمل الله سبحانه وتعالى وعرفي إن ربنا ما سبكيش فربنا سبحانه وتعالى مدد واصل ليك وكمان سبحانه وتعالى عندما يذهب من جعله الله سبحانه وتعالى وسيلة توصل المدد وتوصل الخير وتوصل الرزق وتوصل الحنية للعبد يتولى الله سبحانه وتعالى أن يعطيه حنانه ويعطيه عطفه ويعطيه لطفه ويعطيه كرمه ويعطيه سعته ويعطيه مدده بذاته العالية فبدل ما نقول وندور هو أنا إيه السبب اللي أنا عملته عشان ربنا يأخذ مني بابايا لا نعمل حياة تانية خالص نستعد إن ربنا سبحانه وتعالى هو سندنا هو اللي بيأخذ بأيدينا هو مددنا وخلاص هو اللي عيقوص بنا هو اللي عيرزقنا سبحانه وتعالى من حيث لا نحتسل هو ده اللي إحنا لازم نفهمه في اللحظة اللي إحنا فيها دي لكن ما نقولش إيه هو أص الشعر هو اللي فألي سيء لا أص الشعر مش فألي سيء ولا حاجة أص الشعر ذات لو كان من قبيل الجمال فهو من قبيل الجمال بس ولا فألي سيء ولا شيء تسبب في وفاة والدك ولا أي حاجة أم الولد حضرتك إيه حصل والد حضرتك ذهب إلى حبيبه ذهب إلى الكريم ذهب إلى الودود طب وإحنا خلاص ترككم للكريم وللودود سيدنا أبو بكر لما حدث النبي قال له ماذا تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله فأنت في أعوان الله سبحانه وتعالى وفي كرم الله فلازم تفهمي ذه بشكل صحيح ماذا تفهمي ذهب إلى أعوان الله سبحانه وتعالى